اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة ضمن محاضرات دكتور وورد في هذه المحاضرة راح نشرح كيفية تبديل أماكن الفقرات والأسطر طبعا رفع الأسطر وتنزيلها لواني عندي مثلا باسم ردت أصعده بها البداية طبعا شنه أسوي أجي أحدده وطبعا أضغط قص ومن ثم أجي هنا بالأعلى أضغط انتر ومن ثم لسق ورح يصير عدي رقم جديد أرجع باكس بايس باكس بايس مرة أخرى باكس بايس مرة أخرى ومن ثم أصعد إذا ألاحظ أن العملية جدا مزعجة ومطولة طيب شن الحل؟ الحل هو أكو اختصار مهم جدا هذا الاختصار راح نستخدمه طبعا نجي نحدد يأما النص كله يأما فقط نخلي بالماوس وطبعا راح أضغط Alt و Shift واتجاه بالأعلى إذا أريد أصعد النص للأعلى وبالأسفل إذا ألاحظ أنه باسم راح يصعد إلى الأعلى وطبعا بالأسفل إذا أريد أنزل النص للأسفل مثل ما تلاحظون أقدر أتحكم بأماكن نجي هنا باسم أيضا ممكن عندنا هنا باسم تصعد للأعلى وطبعا ممكن أعدي سلام أو ممكن علي تصعد بالأعلى عدينا أنا محمد وكاظم وبإمكاني أنه أتحكم بأماكن الفقرات طبعا ممكن إذا أنا عندي فقرات يعني ممكن أنه أنه أنهي الترقيم يساوي راند أفتح القوس وأصدر القوس طبعا ممكن أنه أصغر هذه الفقرات أدي هذه الفقرة أخلي أخلي بيها لون أحمر أو أي لون مثلا أحمر وهذه الفقرة أرد أصعدها للأعلى أخلي الماوس بأي مكان وأضغط Alt to Shift واتجاه إلى الأعلى راح ألاحظ أنه راح يتم تصعيدها للأعلى لو أردت أنزلها إلى الأسفل Alt to Shift وبإمكاني أنه أنزلها بدون تحديد وبدون نسخ وقاس ولسق وبدون ما تعب نفسي بشكل مباشر من خلال هذا الاختصار اللي هو Alt to Shift والاتجاهات نتمنى هذه المحاضرة أنالت إعجابكم نلتقيكم في محاضرة قادمة